اشتركوا في القناة اما عنوان الدرس هو الضلال سوف نقدم في حصة اليوم دليلا على دوران الارض من المظهر المتغير للضلال اثناء النهار اذا فهدف الحصة اقدم دليلا على دوران الارض من المظهر المتغير للضلال اثناء النهار لكن قبل البدء في حصة اليوم سوف نقوم بالتذكير بما رأيناه في الحصة السابقة حيث اننا فسرنا فيها كيف ان الليل والنهار مرتبطان بدوران الارض حول محورها بشكل يومي وهذا الدوران هو الذي ينتج عنه تعرض أحد نصفي القرى الأرضية لضوء الشمس في الوقت الذي يكون فيه النصف الآخر في منطقة الضل فيترتب عن ذلك النهار في نصف المضاء والليل في نصف الغير المضاء فهذا كل ما رأينا في الحصة السابقة ننطلق في حصة اليوم نبدأ الآن في حصة اليوم ألاحظ وأتساءل تبين صورتان وضع الضل المسمار في زمنين مختلفين من النهار هنا لدينا صورتين تمثلان مسمارين وضل هذا المسمارين في وقت أو في زمن مختلفين من النهار إذن فتما نلاحظ أن الضلين تغير مكانهما فلنكتب إذن فسؤالنا إذن لماذا يتغير مكان وطول الضل خلال النهار سوف نفترض أنه يتغير طول ومكان هذا الضل مع تغير الزمن وكذلك مع تغير مكان الأرض ودوران الأرض بالنسبة للشمس فلنكتب إذن لتغير مكان والطول دل المسمار مع تغير الزمان إضافة إلى تغير موقع الأرض بالنسبة للشمس إذن فنحن سألنا لماذا يتغير مكان وطول الضل خلال النهار وافترضنا أنه ربما يتغير مكان وطول الضل مع تغير الزمن إضافة لتغير موقع الأرض بالنسبة للشمس نمر الآن إلى ثانيا أنجف لتعرف سبب تغير اتجاه والطول الضل أنجزت مجموعة القسم بمساعدة الأستاذ والأستاذة المناولة الآتية وضعت ورقة مقوى أبيضة اللون في مكان الشمس تباتوا عليه مسمار طوله 10 سم تقريبا تتبع التلميذ اتجاه حركة الضل المسمار وطوله برسم أطار الضلع إذن فهنا لدينا الشمس وهنا المسمار وهنا تغير دلال المسمار مع مرور الزمن فمثلا في الساعة الثانية عشر كان هذا هو أطار الضل أما في الساعة الثانية عشر والنصف تحرك وتغير مكان الضل من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه مع قصر طوله إضافة هنا في الساعة الوحدة فهذا كان مكان وطول الدل وصولا إلى الساعة الثانية عشر حيث وصل الدل المسمار إلى هذا الطول وإلى هذا المكان نمر إلى السؤال ألف ماذا تلاحظ بالنسبة لطول دل المسمار إذن فنلاحظ أن طول دل المسمار يتغير مع تغير الزمن إذن فنكتب طول دل المسمار يتغير مع مرور الزمن أي هو ليس تابت إذن فإنه متحرك وليس بتابت في مكان واحد نمر الآن إلى السؤال باء ما هو منح انتقال دل المسمار بالنسبة للحركة الظاهرية للسمس نحن نعلم طبعا أن الشمس لا تتحرك ونقصد بالحركة الظاهرية للسمس هي ما تراه العين فالعين طبعا ترى أن الشمس تتحرك رغم أن ذلك غير صحيح لأن العين لديها قصور لا تستطيع رؤية كل شيء على حقيقته إذن فنقصد بالحركة الظاهرية للسمس هي ما تراه أعيننا رغم التبات وعدم حركة الشمس إذن ماذا نلاحظ أن الشمس عند مرورها بهذا المنحة فإن الضل يمر بالمنحة المعاكس للشمس إذن فإنتقال الضل يتم عكس الحركة الظاهرية للشمس إذن منحة إذن فإنتقال الضل المسمار يتم عكس الحركة الظاهرية للشمس منحة إذن فإنتقال الضل المسمائي يتم عكس الحركة للشمس نمر إلى السؤال الأخير دال السخلص تغير موقع الضل دليل على إذن فتغير موقع الضل ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ طبعا يدل على دوران الأرض حول نفسها فإذا كانت الأرض ثابتة لن يتغير موقعها بالنسبة للشمس وسوف يدل دل المصمار في مكان واحد وفي طول واحد إذن فتغير موقع الضل دليل على دوران الأرض حول نفسها إذن فتغير موقع الضل دليل على دوران الأرض حول نفسها نمر الآن إلى ثالثة تعلمات الجديدة لدينا هنا جملة مليئة بالفراغات ليجب علينا أن نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة لدينا كلمتان عكس دوران الأرض لتغير موقع وطول ضل جسم خلال نهار مشمس نتيجة حول نفسها إذن فتغير موقع وطول ضل الجسم خلال النهار المشمس هو نتيجة لدوران الأرض حول نفسها كما رأينا في النشاط السابق نتيجة دوران الأرض حول نفسها ويتم انتقاله منحة الحركة الظاهرية للشمس رأينا أيضا في النشاط السابق أن يتم انتقال ضل الجسم عكس منحة الحركة الظاهرية للشمس إذن يتم تغير موقع وطول دل الجسم خلال نهار مشمس نتيجة دوران الأرض حول نفسها ويتم انتقاله عكس منحة الحركة الظاهرية للشبس نمر الآن إلى رابعا استثمروا تعلماتي تمثل الرسوم التالية ضلال عمود خلال النهار نفسه أضع علامة X تحت الرسم الذي يوافق منتصف النهار إذن لدينا هنا رسوم لتغير دلال المسمار في نفس النهار طبعا نرى هنا الشمس لدينا نفس الرسم لكن بتغير طول ومكان الضل وكذلك تغير مكان الشمس نتيجة لدوران الأرض حول نفسها طبعا سوف نضع X أمام الرسم الصحيح أو الذي يوافق منتصف النهار نحن نعلم طبعا أنه كلما بعدت الشمس كلما طال الضل إذن نرسم هنا المسمار نرسم ثلاث مواقع للشمس إذن نحن نعلم أنه كلما بعدت مسافة الجسم مع الشمس كلما طال الضل ونحن نعلم طبعا أن ظل الجسم يكون متعاكس مع حركة الظاهرية للشمس إذن سوف تسلط أشعة الشمس نورها على هذا المسمار وستشم ظل هنا ظل طويل ذلك لبعد الشمس على المسمار وهنا أيضا سيكون ظل طويل لأن الشمس بعيدة على الجسم أما في منتصف النهار فتكون الشمس عمودي على الجسم وتكون أقرب بكثير له لذلك يكون في منتصف النهار درجة حرارة عالية إذن فكلما قربت السمس أو أسعت السمس لجسم كلما قصر طوله ظله إذن هنا لدينا ظل أقصر إذن فهنا لدينا الشمس في أول نهار تكون بعيدة من الجسم لذلك يكون ظل طويل هنا منتصف النهار تكون أقرب بكثير إلى الجسم فيكون ظله قصر وهنا في آخر نهار كذلك تبدأ الشمس عن الجسم نتيجة لدوران الأرض طبعا حول نفسها فيكون أيضا لدينا ظل طويل إذن فالرسم الصحيح الذي يوافق منتصف النهار هو الرسم الذي لديه أقصر ظل الذي الموجود في الصورة الرابعة إذن فلنضع علامة أمام الرسم الرابع لمسيلاكه أقصر ظل وهذا الذي يعني أن الشمس في منتصف النهار إذن قبل الانتهاء من حصة اليوم سنقوم بقراءة هذا الموجم المكتوب هنا أسفله لدينا لونبغ والذي يعني الضل نتيجة دوران الأرض حول نفسها ويتم انتقال هذا الضل عكس منح الحركة الظاهرية للشمس موعدنا إذن في الحصة القادمة إن شاء الله التي سنرى فيها أن الفصول ترتبط في نصف الكرة الأرضية الشمالية والجنوبية بحركة الأرض السنوية حول الشمس مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر